عدنا لمكان بيوت بني إسرائيل شوف الفرق الكبير بين المكان اللي كان سيدنا موسى كأمير موسى الأمير موسى يتواجد فيه وبين هنا يعني مش ناس كتير تقدر تتحمل الفرقات الضخمة بين المكانين لازم تختار يا سيدنا موسى يختار ايه سيدنا موسى يختار الحق خلي بالك يا أخواننا حلقة النهاردة القيمة بتاعتها قيمة عشان تعرف تمشي في حياتك القدرة على الاختيار الصحيح في الوقت الصحيح إزاي تعرف تختار فيه ناس بقالها عشرين سنة مش عارف ياخد قرار فيه ناس دايما بتستنى إن حد ياخد لها قرار النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لا يكن أحدكم إماعة إماعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء ولكن وطنوا أنفسكم أجمد كده إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا إزاي تكون شخصية تعرف تاخد قرارك صح مش ماشي زي ما الناس ماشي أو زي ما الناس بتختار لك سيدنا موسى حيختار واختيار النهاردة أو اختيار الفترة دي هو اللي حيأهله يكون كليم الله ربنا بيحطك في مفارق طرق اختار اختيار ممكن يوديك لأعلى عليين لجنة الخلد واختيار قد يضيعك عايز إيه؟ فكر واختر صح لاختيار الصحيح سيدنا موسى مش عايز الأسر أنا من بني إسرائيل أنا من الغلابة دول أنا عايش في وسط دول أنا ممكن أبقى لابس زي الأمير موسى لكن أنا صاحب رسالة بدأ سيدنا موسى يحمل الفكرة دي ورسلتي رفع الظلم عن بني إسرائيل كلام أنا بقولهلكو ده هتسمعوه بآيات من القرآن للوقتي لا ده بقى قرار حياته فرعون ظالم الناس دي مظلومة أنا من دول أنا لن أقبل الظلم ولن أقبل الذل لأننا ربنا جعلني شخصية حرة أنا مش مزلول وما تعودتش أكون شخصية دليلة مش حقبل الذل الأهلي هتعمل يا سيدنا موسى مش بقولك هو نصير المظلومين في تاريخ البشرية مش بقولك هو بطل الحرية في تاريخ البشرية يعني مندلة وغندي وكل اللي لقوا الصورة الفرنسية وا 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 يتعلموا من سيدنا موسى بس خلي بالك الصورة الفرنسية عملتها بدماء سيدنا موسى عملها بلا عنف عمل لا للظلم بس بلا عنف بحكمة وبعقل سيدنا موسى قرر من الفترة دي أنا منتني لهؤلاء وأنا سأعيش لهؤلاء خلي بالك هو لسه لم يكلف هو الآن رجل مؤمن موحد يحب الله ويحب ناسه ولا يريد الظلم ليهم وعايز يرفع الظل عنهم وبدأ يتحرك لكده وبدأ يجمع بني إسرائيل انت جبت الكلام دا منين من القرآن هقوله لك دلوقتي وبدأ يجمع بني إسرائيل وبدأ له أنصار وبدأ له أتباع وبدأ له أشياع وبدأ يتفق معاهم لا لازم ما نقبلش الظل ما نقبلش الظلم وبدأ يبقاله هؤلاء ما عدش الأمير موسى بيتحرك بهذه الصورة بهذه القوة لغاية ما حصل يوم حاسن هو اختار خلي بالك يوم ما هتختار لازم ربنا يختبر اختيارك وبعدين يدفع يدفع ويسوق الأحداث سوقا عشان نتيجة اختيارك دا تجبر وتعلى لأن بني إسرائيل بينهم وبين بعضيهم هو بيقول انه هو ان احنا أنصاره وأنصاره وأنصاره لكن يا فرما هو برضو الأمير موسى يعمل اللي ييده في الماء مش زي اللي ييده في النار هو دا بيروح القصر ويعد هناك ولسه بيروح قصر فرعون بيقول انه هو معانا وإحنا مصدقين بس برضو يعني لازم يحصل حادث فاصل للتمييز لأ هو منك لازم يحصل حادث فاصل يا فرعون هو مش منك لازم يحصل موقف حاسم لما سيدنا موسى اختار شوف خلي بالكوا احفاظوا دي قاعدة مع الله سبحانه وتعالى تختار الأول يختبر اختيارك مصر عليه يدفع الأحداث دفعا ليظهر ان اختيارك صحيح حتى لو بان ان النتيجة سيئة ترجمة نانسي قنقر